علاقات نموذاجية جمعت بين مصر والصين لسيما في السنوات الأخيرة التي شهدت تطورا في التعاون الثنائي بشتى المجالات خاصة بعد ظهور جائحة كورونا المزيد من التفاصيل حول هذه العلاقات في سياق التقرير التالي تعد العلاقات المصرية الصينية نموذجا هاما للعلاقات بين الدول علاقات قائمة على الشفافية وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين فعلى مدار أكثر من 65 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما أثبتت القاهرة وبكين قدرتهما على مواكبة التحولات الدولية والإقليمية طفرة كبيرة شهدتها العلاقات بين القاهرة وبكين منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية حيث قام بزيارة الصين عدة مرات حرص خلالها على زيادة التعاون على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية لتعيش العلاقات بين البلدين بما يمكن وصفه بالعصر الذهبي كما قام الرئيس الصيني شي جينغ بينغ بزيارة تاريخية لمصر عام 2016 وتم توقيع البرنامج التنفيذي للشراكة الشاملة ومذكرة تفاهم حول التعاون في مبادرة الحزام والطريق كما شهدت جائحة كورونا تعاونا كبيرا بين البلدين وكانت مصر من أوائل الدول التي حرصت على تقديم الدعم في بداية الجائحة وانتشارها في الصين فضلا عن التعاون في توفير اللقاحات المضادة للفيروس وتوقيع اتفاقيتين مع الصين حول تصنيع اللقاح الصيني محليا في مصر بين الشركة سينوفاك وفاكسيرا ويعد التعليم من أهم الملفات التي يشملها التعاون بين مصر والصين ومنها المنح التعليمي في الصين وتدريس اللغة الصينية في المدارس المصرية كلغة أجنبية اختيارية وفي مجال السياحة فخلال عام 2018 أصبحت مصر من أفضل خمس وجهات سياحية أفريقية للمواطنين الصينيين وتم تنظيم رحلة طيران مباشرة عديدة بين البلدين من وجهات مختلفة لتعتبر حقا العلاقات المصرية الصينية من أقوى العلاقات الدبلوماسية الهامة للبلدين